الثالثة صباحاً الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش مجزء إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر وذلك في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشترقة للبلدين والشعبين الشقيقين كما تبادل الرئيسين وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترقة وكذلك سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 92 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 وينص القانون في المادة الأولى على زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية وذلك بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة وتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية بخطة عام 2023-2024 بمجموع 1650 مليار جنيه منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 586 مليار و7 ملايين جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه و384 مليار و10 ملايين جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 79 مليار ومليوني جنيه للشركات العامة نقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهالي مطروح وسيوة وتمنياته بدوام التقدم والرقي لمحافظة مطروح وواحد سيوة على الأخص وخلال لقائه بشيوخ وعواقل واحد سيوة أكد مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات جدة لحل الأزمات الموجودة من عشرات السنوات في الواحة كما أكد رئيس الوزراء أن أياد التنمية امتدت إلى كل مكان في مصر بتوجهات ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال لقائه بشيوخ وعواقل واحد سيوة أعلن مدبولي انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع معالجة مشكلة مياه الصرف الزراعي بالواحة أكد رئيس الوزراء العرقي محمد شيع السوداني أن الحكومة تدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوة وفي ذكرى تحرير مدينة الموصل من الإرهاب قال السوداني أنه يستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى تحرير المدينة من براث عصبات داعش الإرهابية مشيدا بدور العراقيين في الدفاع عن بلادهم تنطلق اليوم قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي النيتو بالعاصمة الليتوانية فيليونيوس حيث تتصدر الأزمة الأوكرانية جدول المناقشات من جانبه حذر الكريملي من أن حصول أوكرانيا على عضوية الحلف ستكون له تداعيات سلبية على الأمن الأوروبي مضيفا أن ذلك سيشكل أيضا خطرا مطلقا وتهديدا لروسيا الأمر الذي سيستدعي ردا جديا قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس سوتنبرج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق على إحالة طلب السويدة لانضمام إلى التحالف العسكري إلى البرلمان التركية وأضاف سوتنبرج في مؤتمر صحفي أن أردوغان وافق على إحالة البروتوكول الخاص بانضمام السويد إلى مجلس الأمة التركية في أقرب وقت ممكن والعمل يعن كثب مع المجلس لضمان التصديق مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز ولمزيدنا من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي إسراء العقاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة